السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لهذه الليلة نريد أن نتعرف عن شخصية مهمة للغاية لها أثر بالغ على حياتنا وعلى سلوكنا وعلى مجتمعنا برمته شخصية مؤثرة للغاية تعيش معنا في كل لحظة وربما هي السبب في الكثير من المشاكل والمصائب والابتلاءات والشدائد التي نتعرض لها هذه الشخصية هي شخصية إبليس شخصية الشيطان وصراعه مع بني الإنسان رجاء أن تعطوني لحظات من وقتكم لكي نتعرف عن هذه الشخصية وسوف نرى كيف تقتحم حياتنا وتتسلل إلى بيوتنا ولعلها السبب في معظم المصائب والشدائد التي نعاني منها مجرد أن نتعرف عن هذه الشخصية وندرك مداخلها في النفس وفي الأسرة والمجتمع ونتعلم ما هي السبل الوقاية إن شاء الله سوف نتخلص بالكثير من الإبتلاءات والشدائد التي نعاني منها ربنا سبحانه وتعالى يتحدث في كتابه العزيز ويحكي لنا عن حقيقة هذا الشيطان يقول الله جل جلاله وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا هكذا يتحدث ربنا عز وجل عن شخصية إبليس أو شخصية الشيطان الذي هو معروف عند كل الأديان إذا ذهبت عند اليهود عند النصارى عند البوديين عند الهندوس عند الزراتيشتيين الكل الكل يؤمن بأن هناك مخلوق غريب اسمه الشيطان هو كائن خارق للعادة ويعتبر تجسيدا للشر وهو أصل ومصدر الفتن والوساوس التي نعاني منها في الحياة طبعا كل ديانة لها تصور لهذا الشيطان نحن سوف نقتصر على الديانة الإسلامية لماذا؟ لأنها الحق ببساطة هي الحق وهي الكل في الكل هذا الشيطان تنسب إليه صفات الكفر والعنادي والبغضي والخيلاء والكبرياء والعصيان والتمرد والكراهية والحسد والباطل والغواية والخبط والخذاع وغيرها من الصفات السيئة وله دكاء شاطر جدا حينما يريد أن يورط بني آدم في المصائب والويلات إنه له قدر مدهلة على أن يأتي بك خطوة 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 حتى تزل قدمك لهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر هذا الشيطان هو عدو الله جل جلاله وهو عدو الإنسان لا يجد راحته ولا طمأنينته ولا فرحته إلا في نشر الشر ونشر الفساد ونشر الظلم والطغيان ربنا عز وجل يحذرنا منه ويخبرنا بأنه عدو وعدو مبين فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم قد يزل الإنسان في أي لحظة يأتيه إبليس بالغواية بالوساوس ويقع في المحضور لأن إبليس عنده وحيه له وحي خاص يوحي به إلى بني البشر يقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إبليس يتجسد بصفات كثيرة ومتعددة وأبرزها صورة الحية فالحيات لها مكان خاص عند إبليس الحية هي التي ساعدت إبليس وتسببت في خروج أبينا آدم وأمنا حواء من الجنة وهذا الشيطان له عرش عظيم وحوله حيات متعددات جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد ماذا ترى؟ قال أرى عرشا على البحر حوله الحيات فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت ذاك عرش إبليس إبليس له عرش عظيم وحوله حيات من كل جانب بشكل مخيف حتى منه من قال بأن عرشه يوجد في مثلت بيرمودا الذي يعتبر من عجائب الدنيا السبع ما الهدف من إبليس؟ ما دوره؟ غايته النهائية التي يريدها لكل من البشر هي أن يصير كلهم إلى معصية الرحمن وإلى غضب الله ومن ثم يتدفقون إلى نار الجحيم هذا ما يريده إبليس هدفه الأسمى أنه يصل بك إلى عتبة النار والعياذ بالله قال الله تعالى إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الشيطان أيضا له حزب له حزب له قواعد وله هياكل وله أهداف وله مقاصد ليس بمفرده الشيطان وإنما كل حزبه ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ورغم كل ذلك رغم كل الكيد الذي يكيده إبليس أمالنا الكبير في الإيمان بالله الذي يؤمن بربه عز وجل ويعتصم بحبله المتين فإن إبليس لن يستطيع أن يصل إليه ربنا عز وجل يخبرنا بأن إبليس رغم قوته فهو ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتنى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا عمر ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سالك فجا آخر وهذا الأمر لأن سيدنا عمر كان قويا في الحق وكان صادقا في اتباع المنهج الربامي فتعالوا أيها الأحب الكرام باختصار شديد نتعرف عن شخصية إبليس وكيف يدخل إلى حياتنا وكيف يتير العداوة والبغضاء فيما بيننا أصل الوساوس وأصل النزاعات وأصل الغضب وأصل الحرمان وأصل المصائب جلها بل معظمها من إبليس هذا الشيطان لماذا سمي كذلك؟ قيل بأن أصل تسميته الشيطان من شطنة أو شطنة بمعنى أنه ابتعد عن الحق فهو بعيد عن الحق ويقال إما من شيطة الشيطان من شيطة يعني احترق غضبا يحترق غضبا لما يرأى المؤمنين والمؤمنات متصلين بالله تعالى يغضب ويحترق من هو إبليس؟ قيل بأنه كان من الملائكة في أصله كان من الملائكة ويسمى بطاوس الملائكة ربنا عز وجل يخبر فيقول وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس الله تعالى جمعه مع الملائكة ولكن فريق أخر من العلماء قال ليس من الملائكة إبليس بل هو من الجن ظهر عليه الصلاح وعبد ربه أكثر من مئة سنة وكان ذكيا وكان مؤذبا ربنا عز وجل رقاه ترقيا فأصبح يجالس الملائكة ولكن في أصله تمرد كبير الله تعالى يقول وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا جمعه هنا مع الملائكة لكن الله تعالى في أي أخرى يؤكد بأنه من الجن لما قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فلو كان إبليس من الملائكة لما عصى الله تعالى لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم لو كان إبليس من الملائكة لم يتزوج ولم يتناسل لأن الملائكة لا تتزوج ولا تتناسل أما إبليس له ذرية لما قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فأصل الخليقة من إبليس أنه من النار قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم سيدنا آدم كان مع حواء يعيشان في الجنة يتنعمان وأقسم إبليس أقسم أنه سوف يخرجهما من الجنة وقد صدق في قوله وكاد لهم كيدا وسول لهم في أنفسهم سوء وأكل من تلك الشجرة وبدت لهما سوءتهما وأنا داك سدنا آدم غضب عليه ربه وقال اهبط منها فهبط آدم وحواء من الجنة آدم وحواء مات مات آدم وماتت حواء لكن إبليس لا زال حيا إبليس لا يموت إبليس يبقى مستمر لأنه طلب من الله تعالى فقال أنظرني إلى يومي يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لهو يوم الحساب سيبقى إبليس عيش لا زال حي لا يموت إبليس وغدى يبقى إلى يوم القيامة إلى الوقت المعلوم لكي يزاز مع حزبه شر الجزاء إبليس معنا في الدنيا ويظهر يا ما ظهر للناس كتور كتور ظهرها لهم إبليس في يقضة وحقيقة بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر إبليس أول ما ظهر ظهر في برلمان قريش لما كانوا يجتمعون لقتل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما اجتمعوا وجاءهم إبليس جاء لكفر قريش على سورة سوراق بن مالك يتخمصوا سورة معينة وحكر الله تعالى ذلك لما قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترآت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله الشديد العقاب إبليس يخاف الله ويعلم بأن الله تعالى كما أنه رحمن رحيم هو أيضا الشديد العقاب هذه مكيدة لها إبليس لكفر قريش يوم بدر حينما غرر بهم وإبليس مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في الحديث أن النبي الكريم قام فصلى صلاة الصبح وكان أبو سعيد الخضري خلفه فقرأ بالقرآن فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قالوا يا رسل الله لماذا التبست عليك القراءة قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أسبوعي هاتين الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صيبيان المدينة فمن استطاع منكم ألا يحل بينه وبين القبلة أحد فليفعل هذا سيدنا النبي تسلط عليه إبليس لكن قوة إيمان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خنق إبليس تعرض له وخنق ووجد برد لعابه بين أسبوعيه كان بإمكانه النبي الكريم يقبض عليه ويربطه بسارية ولكن سيدنا سليمان دعا دعوة أن لا تكون لأحد من بعده فقال لولا دعوة أخي سليمان لا فعلت كذا وكذا هذا إبليس لا يشتغل بمفرده عنده دولة وعنده مجلس وزاري وعنده جنود وعنده هيئات كتر هو قائدهم لتنفيذ المخططات الشيطانية في عالم الإمس هناك صراع ما بين عالم الأباليسة وعالم الإمس وقد جاء في الحديث مما رواه مجاهد قال لإبليس خمسة من الأولاد إبليس عنده مملكة وعنده جنود ولكن المجلس الأعظم الأكبر هو فيه أولاد خمسة جعل لكل منهم أعطاه شيئا من أمره وعطاهم أسماء هناك ثبر وهناك الأعور وهناك صوت وهناك داسم وهناك زلنبور هذا ما أولد إبليس كل واحد عنده مهمة الثبر وهو الأكبر من أبناء إبليس هو صاحب المصيبات الذي يأمر بالثبور وشق الجنوب ولطم الخدود ودعوة الجهلية مثل قواحد ناس مجموعين كيبكي وكيندبو كيتحيروا ويشقون جيوبهم وكدعوة الجهلية اعلم بأن وسطهم إبليس ثبر ثبر معه جنوده هذه مهمته والابن التالي من أبناء إبليس يسمى الأعور هذا يحب الفساد هو صاحب الزنا ويأمر به فيما لقيت واحد ما كان فيه الفساد في نساء ورجال علاقات شادة وجنسية اعلم بأن في وسطهم ابن إبليس الأكبر المكلف بذلك اسمه الأعور والابن التالي لإبليس اسمه الصوت وهو صاحب الكذب الذي يقول الكذب ويحلف هناك بعض الناس يقول كلام وهو كاذب ويحلف على أنه صادق وعكس ذلك هذا صوت هو مهمته يغير يزور يبدل ويوقع توقيعات كلها على دلال ويخلق السرقات ويخلق الاستلاء ويخلق بين البشر الاختلاص وغير ذلك أما الإبن الأخر داسم والابن الرابع الإبليس فهذا اختصاصي في العلاقات الزوجية الصراع بين الرجل وزوجته في مكة القاش المرأة مضربة مع رجلها وأسباب وهي أمداربين هو دوره قلك أنه يوري العيب في أهله ويغضبه عليهم كي بيليك غير العيب في المرأة والمرأة تشوف الراجل غير العيب ويغضب بعضهم على بعض إلى اشتراك مع المرأة أمداربين في القضاء اعلم بأن من بينهم داسم وهو الابن الرابع لإبليس أما الابن الخامس الأصغر وهو زلنبور هذا هو صاحب السوق الذي يركز رايته في الأسواق يدخل الأسواق البيع الشرع إلى كينش اختلاس إلى كينش تزوير إلى كينش احتكار إلى كينش ربع دائما زلنبور هو الذي يزين ويجعل الناس يقعون في مثل هذه المحرمات هؤلاء الأبالس كلهم عندهم أسلحة مختلفة لكي يتحكموا في مملكة بني الإنسان عندهم قدرة على التزييم والإغواء قدرة أن يزين ويغوي لقول الله تعالى لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وربنا عز وجل يخبر بأن جميع الأمم التي مرت في التاريخ وقع لها صراع مع إبليس تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم يزين لك الفساد يقول أنت متخلف أنت رجعي أي حاجة مضاد للدم يزينها لك باسم الحداثة باسم التقدم باسم العولمة باسم التجديد كذلك عنده الكذب والمخادعة إنه يكذب ويخاذع إبليس وقد خدع أبانا وأمنا آدم واستطاع ونجح أن يخرجهم من الجنة وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقع سمهما إني لكما لمن النصحين يقسم يقسم بالكذب يحلف وهو يعلم بأنه كاذب يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا دائما يعطي الوعود وعود كاذبة سأفعل سأفعل وهو يكذب الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا الغريب أن إبليس يرانا ونحن لا نرى يطلع على كل أمورنا قد يكون معنا الآن اللحظة قد يكون هو يترقب وينظر إلينا ونحن لا نرى لأنه قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون هذا الإبليس وجنوده يجري منا مجرى الدم يدخل مع الدورة الدموية مثل فيهم المس فيهم الصراع وفيهم الوسوسع وفيهم المريض يجري منهم مجرى الدم لهذا قال النبي الكريم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إبليس يطلع على الغيب شيء من الغيب لأنه يسترق السمع فيوحي به إلى أوليائه كالقوا بعض العرفين أو العرفات أو بعض المشعودين والمشعودات أو السحراء يقول لك يزدك الخط أو يضرب لك الكارطة أو يقرال لك الفنجان ويصادف بعض الحقائق وتتعجب من أين أتى بهذه المعلومات هذه البركة أبدا ليست بركة وإنما هي خدمة لإبليس لأن إبليس يطلع على شيء من الغيب ويوحيب إلى أوليائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم هكذا هي قوة إبليس الشيطان وعنده صور خطيرة من الكيد للإنسان لا شك أن كل واحد مننا اللي بغي يفهم الشخصية دياله ويفهم الوضع دياله ومرة مرة كتأزم علينا الأمور كيتطرك راسك كيتقضي لك المال كيتسرق لك الفلوس كيوقع لك السرع مع الناس اللي في المحيط ديالك كيجيك تمارد كيجيك اكتئاب صدامات ممكن تفسر الكثير من هذه الأشياء بتدخل إبليس في حياتك معركة الشيطان مع الإنسان تبدأ منذ حين وددته ملاك التولد كتبدأ المعركة يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه أي واحد كيتولد الوليد الصغير كتلقى عنده الصياح هذا الصياح من جه يقول لك طبيا من البرد أكسيجيان استنشقه وكيشعر واحد الحرارة أو يتألم سيدنا النبي وهو الصادق المصدوق يقول إلا ونخسه الشيطان كنت سمى لك نخسة إبليس كي يدخل برأ وكيدقه فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه جميع البشر يدز منها جوج هو ملك حميم الله تعالى هو عيسى بن مريم وأمه لهذا أبو هريرة رمى قال رمى الحديث قال لك اقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هذه مريم العذراء عليه السلام قال الله تعالى وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أذكار نقولها عند لما نلقى الأولاد لنبغل نخذ الأولاد في اللول في العلاقة الزوجية خاص لابد الدعاء الذي يقين إبليس كي قلن بالكريم صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقوضي بينهما ولد لم يضره إلي بغن الحماية الأولادنا بحل عيسى بن مريم وأمه من يتكون العلاقة بين الرجل والمرأ العلاقة الزوجية في الفراش لابد أن يذكر الله يكون متوضئا وذاكرا ويقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال سيدنا النبي فإن قضي بينهما ولد لم يضره إبليس إبليس عنده طرق كثيرة تدخل معنا فيها لعلكم جميعا تدركون أول شيء وهو الصلاة ملكا دخلوا الصلاة إبليس يزورنا جميعا غير كيدخل لعبدالصلاة كيقول الله أكبر وكيجي عنده إبليس حدا ودنو يقول لي أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا كدكم كتصلي معرفتي باش صليتي واش قرى الإمام واش هامر ركا قريتي وعقلك مشال العمل مشال السوق مشال أشياء كثيرة لهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الالتفاة في الصلاة هي اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد الالتفاة التي تلفت هذه ذكرها خلصة اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد ويقول النبي الكريم بأنه إذا نودي للصلاة أذبر الشيطان وله دراط حتى لا يسمع التأديم فإذا قضي النداء أقبل غير كي تسمع إبليس حاضر حدا باب الجامع وحاعد المصلين حدا المتضيمين كيقول غير يبدو غندخل نوسوس لهم باش يتفكر الدنيا غير كي اسمع الآذان كي وضع صبعه في ودنه ويهرب ويخرج منه ضراط يعني نفس من ورائه غير كي سري الآذان وكي يدخل وكي يقول لك اذكر كذا اذكر كذا حتى يدل الرجل لا يدري كم صلاة هذه أول مدخل للإبليس وهو عند الصلاة ولعلكم جميعا أيها الأحباب الكرام كتمروا بحالة من هذه بين الفين والأخرى وكي اللي عنده ديمة ديمة ساهي ديمة تفكروا وكي الصلاة النوع الثاني اللي كيدخل منه إبليس وهو الرؤى والمنامات الرؤى والمنامات كي كن نعسل الإنسان وكي تجي واحد مجموعة هذه الرؤى مفزعات مخيفات كي يشوف أشباح كي يشوف عقارب كي يشوف حيات كلاب سوداء قطة مخيفة كي يشوف فئران كي يشوف سراصير هذه كلها أشياء مخيفة هي من إبليس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبسق عن يساره وليتعود بالله من شرها فإنها لا تضره هنا سيدنا النبي فرق لنا بين نوعين من المنامات هناك الرؤية الصالحة من الله رؤية مبشرة يتفرح فيها يتقفى الإيمان النور الضياء البياض القرآن الصالحين هذه كتسمى الرؤية الصالحة من الله وكل الحلم له من الشيطان كتشوف الفزع كتشوف الخوف سيدنا النبي قال لنا إذا شفتوا وحد الحلم مزعج وأخافكم تدفل تبسق عن يسارك عن اليسار وتعود بالله من الشيطان الرجيم ولا تضرك تلك الرؤية وحنا كنشوف رؤية مخيفة في المنام إلا الإنسان مدرش هكذا كتتحقق هذه الرؤية كتتحقق كان النبي الكريم مع واحد الأعرابي فقال يا رسول الله إني رأيت واحد رأسي يقطع وأنا أتبعه رأيت شاف رأس مقطع هو يتبعه فزجره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام هذا الاشتشار رؤية هكذا هذا كتتلاعب إبليس في المنام كتلاعب بك بش يديلك الأمراض النفسية لذلك القمج مو عادي الناس عندهم أمراض نفسية وعندهم الشعور باليأس والشعور بالاكتئاب والشعور بالقلق السبب هو غير رؤية المنامية إبليس كتلاعب بهم هو اللي مخاصم معهم هو اللي يحاول ما أمكن يضرهم النوع الثالث اللي كيدخل معنا في إبليس وهو الطعام والشراب مليك نبغي نأكل ومليك ندخل للدار اللي كيدخل الله تعالى إبليس ما كيشاركوش واللي غير كيدخل الدار ويأكل يشرب بلدكر إبليس كيقسم معاه يقول سيدنا النبي صلى الله وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعمه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل البيت فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند الطعام قال أدركتم المبيت والعشاء. رملك تدخل الدار ديالك. راك ماشي وحدك. راك يدخلوا لك لأبا ليسا. مليت بغي تدخل الدار قل بسم الله. ادخل الله تعالى عددخل البيت. لذكرت الله تعالى إبليس كي قل لي أتباعه لا ما بيت لكم. ووقت الطعام تبغي تاكل كي تدخل الله كي قل لك لا عشاء لكم. ولكن إلا دخلت الدار بلا دكر وكلت الطعام بلا دكر إبليس كي قل لك هنا لقينا المجال ديالنا. ها ادركتم المبيت وادركتم الطعام. فلا بد عند الطعام والشراب ننتبه لنا نذكر الله. ومن ندخل البيت ديالنا نذكر الله. دي من نسبق لجليومنا بسم الله الله كبر السلام عليكم. ونذكر الله تعالى. وكذلك عند دخول الاسواق. الاسواق لان فيها الاموال وفيها الاغراء. وهناك يدخل الابليس كيتلاعب مع التجار. وهذاك يسرق. وهذاك ينقسم الميزان. وهذاك يجب بضاعة مغشوشة. والآخر ربما قد يزور ويرابي. لهذا قال النبي الكريم يا معشر التجار. إن الشيطان والإثم يحضران البيع. فشوبوا بيعكم بالصدقة. التجار مر مركتك عليهم الغفلة. وإبليس كي دي لهم طريق. منين ربحوا الفلوس. واخد كون حرام أو مكروها أو مشبوها. كي لقال لها واحد طريق. لهذا النبي الكريم يوجه النصيحة للتجار. يا معشر التجار. قال لهم حديهم الإبليس والشيطان ركي يحضر معكم في البيع الشرع. واللي شعر بأنه ربحه تشبه شائبة. قال لهم فطهروه بالصدقات. تصدق بشربي عز وجل لا يطهر ما صدر من بيعك من حرم. كذلك إبليس عنده عنده واحد مجموعة دي الصرايا. إبليس صرايا هو واحد مجموعة دي الأعوان. كل يوم كي يقول لهم سيروا انتشروا. انتشروا. في الصباح الباكر غير كيف يفق إبليس. كي يقول لهم انتشروا فينتشرون في الأرض. مملكة الجان تغزو مملكة الإنس. وكي بقوا كلهم كل مهمته. في المساء عند غروب الشمس كيرجعوا الأباليسة. وكي قدموا التقارير ديالهم. هو واحد كي قدم تقرير. إبليس كي يقول لهذا ماذا فعلت? كي يقول لي بقيت ورأ فلن حتى شارب الخمر. رامشة البار. رأى ضرب كويسات. كي يقول لي أحسنت ولكن لعله يتوب. غدأوا بعد غدا يتوب. وبحنا ما وقع لي والو. وكي يقول الأخرى أجدرتي كي يشفت تقرير ديالو. كي يقول لي أنا بقيت ورأ فلن حتى وقع في الفساد. رأى تلقى مع وقع في المحضور. يقول لي أحسنت ولكن قد يتوب. قد يستغفر ويتوب. لعله يتوب. انت بعد فعلت. يقول لي أنا بقيت مع فلن حتى مد يده للسرقة. سرق أموال مقربين إلي. يقول لي أحسنت ولكنه قد يتوب. لعله يتوب. وكي يبقى هكذا أي حاجة. يقول لي ملا على يوتوب. إلا حاجة وحدة. لما يجي عنده واحد من الأباليسة. يقول لي أنا دخلت من ذاك الراجل أمراته. ورأني نجحت في التفريق بينهما. رأى غدأ يمشي للمحكامة. رأى غدأ يتفرق بعضيتهم. رأى صافي قربلت بنتهم. يقول لي أنت أنت. يقربه إليه. ويقول له أنت أنت. وكيعطيه تاج دي الأباليسة. فمعظم اللي كانت يمشي للمحكامة دي الأسرة. وكانت لقى ناشية دين السربيس بالاكتضاد. عند الطلاق. والقوضات كيتشكاو. كيقول لي كانت نفائد دي الملفة على الطلاق. كتقول واه تجارة رابحة عند الأباليسة. دائمين. كان واحد ما خلوه بلاش. وهكذا كيبقى إبليس منذ الولادة كيبقى تابع الإنسان حتى اللحظات الأخيرة من ماماته. حتى كان مغن نموته. وما زال إبليس تابعنا. حتى قال لنا النبي الكريم أننا نكترم الاستعادة. نكترم لي كل هنا إبليس لحظات الوفاة. نقول اللهم إني أعود بك من التردي والهدم والغرق والحريق. وأعود بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وأعود بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. كي يجي إبليس عند الاحتضار. يقول لي قل لا إله إلا الله. يقول لهم فلوس. بانكا. فلوس. بانكا. قل لا إله إلا الله. وحدة أخرى. يقول لي قل لا إله إلا الله. يقول لي الغناء. النساء. الصهارات. المرأة. يقول لي قل لا إله إلا الله. مكياج. رحلة. كل واحد يقول. هنا بعض الناس. الله يغفر لنا ولهم كل المشاهير. أرى مصورة في الفيديو في اليوتيوب. مشاهير كبار عند موتهم. آآ مغنيين. مطربين. رجال سياسة. رجال آآ فكر. اللي كان بعيد على الدين. كيوقع عليها دول عيد بالله. المميون الأحباب الكرام سبحوني طولتها لكم. اشنا هي الملجية. مش نجاو من كيد الشيطان. ربي عز وجل. هي أن الأسباب قال لنا أول حاجين الجينة. هي الإخلاص. كل واحد منا يحافظ على الإخلاص دياله لله. لأن إبليس. الكل يقضي عليه. إلا المخلصين. لعند الإخلاص. لله تعالى. إبليس ميدورش به. يقول الله تعالى. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. لعند الإخلاص لله. لهذا كل واحد من نخص يقرأ صورة الإخلاص. على الأقل مرة أو ثلاث مرات في اليوم. قرأ الإخلاص. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوان أحد. إلا قلتها مرارا. كيتكون عندك الإخلاص. بحال البدرع. كتنبت. وأيضا اللي عنده من المنجية من كيدي إبليس. هو حسن العبودية لله. لك يا عبد الله دائما كنت قلت. إمتى الأدان. إمتى الصلاة. إمتى قرأوا القرآن. إمتى قرأوا شيء جنسة للذكر. اللي هو دائما مع العبودية لله. إبليس ما كي القميدر منه. يقول الله تعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك من الغاوين. لك اللي عنده الغوايا. وزع ليه الزوء. وزع ليه النشاط. ركي يديه إبليس. ولكن اللي مرتبط بالصالة. خصوصا الصالة. خمس مرات في اليوم. يلا كنغفل. وكيجي لآدانك يقول لك. الله أكبر. حي على الصلاة. حي الفلح. كتكون ديك سعى من عبادي الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك من الغاوين. أيضا من الأمور اللي كتحمينا من إبليس. الالتزام الوضوء. نكون ديما متوضي. مليك نكون على الوضوء. نكون محمي. حتى من غير وقت الصالة. غادي العمال. غادي الواحد الاجتماع مبارك. غادي الواحد المجلس في الصالحين. متوضى. وخاوق الصالة بقي مجاش. لأن الوضوء يعطيني واحد نجات من كيد الشيطان. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. إذا هو نائم. ثلاث عقد. يضرب كل عقدة مكانها. ويبقى الليل الطويل. فإذا استيقض ذكر العبد الله تعالى إن حلت عقده. فإذا توضأ إن حلت عقده. فإذا صلى إن حلت عقده كلها. فأصبح نشيطا طيبا نفسي. لكن أس. وكذكر الله تعالى. واحد اللحظة كيفيق كينو دي توضى. واحد اللحظة كيفيق كينو دي صلي. هذا العقد لدرى إبليس. غير كنا ستواحد فينا. كديك ثلاث العقد. شو كنا عندي عقاد في حياتنا. عندي العكوسات. أنا معقد. رأي فعلا هكذا عقد. نفاتتي في العقد. رأي كديك العقد ثلاثة. من اللي كتذكر الله تعالى كتحل لولا. من اللي كتسمع الآذان تنوت توضى كتحل تانية. من اللي كتسلي كتحل تالتا. فأصبح نشيطا طيبا نفس. وإلا أصبح خبيتا نفسي كسلان. اللي ما كيتوضى ما كيذكر الله ما كيسلي. كسبح خبيتا نفسي كسلان. الوضوء سلاح. كذلك من الأمور التي تكين من كيد إبليس. لزوم الجماعة. دي من قوم جموعين. يقصي النبي صلى الله عليه وسلم. ما من ثلاثة في قرية. ولا بدوا. لا تقاف فيهم الصلاة. إلا وقد استحود عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. لكن غتتت الناس. مقوم جموعين. ونصلف فيما بيننا. لأن الذئب كيمشي عند الغنم اللي بوحدها. كذلك إبليس. كيمشي عند الوحد يصلي غير بوحده. أملك يصلي مع الجماعة. ربي عز وجل لك يحميه. لهذا سيدنا عمر كنت يقول. يا أيها الناس عليكم بالجماعة. وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع الواحد. وهو مع الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة. فليلزمين جماعة. نقوم مع الجماعة. كل الجماعة. نصلوا مع الجماعة. إلى ما كان الوقت. نصلوا إحنا أربعة خمسة الناس. نجمعوا. نلقاش بوحده. واحتفى النوم. ملناش بوحده. ولكت معه في أي لحظة. نكون مع أجمع. ثم الإنسان يستعيد بالله. ويحتمي به. دائما. باش من خافوش من إبليس. لمن قل. أعود بالله من الشيطان الرجيم. لقول الله تعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعيد بالله. إنه هو السميع العليم. غير تشعر بأن إبليس راه كي يضور بك. قل. أعود بالله من الشيطان الرجيم. أعود بالله من الشيطان الرجيم. أعود بالله من الشيطان الرجيم. أشكوك عليه. يرجم. أما إلا قلت أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه وهنافخه ونفته. ره يرجم 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 يرجم. حتى يحترق ويصيل رماد ثم يروح. لهذا علينة أيها الاحباب الكرام. أننا ننتقي إبليس بهذا accident. ولكن في الختام. مع كل هذا إبليس ره مؤمن بالله وإبليس يقسم بالله لما قال وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين فعلينا أن ننتبه أيها الأحبة الكرام وأننا نحرص على أننا نقرأ القرآن ونستعد بالله إذا دخلنا إلى الخلاء نقول اللهم إني أعود بك من الخبط والخبائت إذا دخلنا إلى المسجد أعود بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لقالها إبليس يقول له حفظ مني سائر اليوم إذا دخلت البيت قل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لقالها يقول له إبليس هديت وكفيت ووقيت فيتنحى عنه الشيطان وإلى الشيطان آخر يقول له كيف براجل قد هدي وكفي ووقي هكذا عند الفزع كان قل أعود بكلمة الله تامة من غضبه وشر عباده ومن همازة الشياطين وأن يحضرون كل هذه الأدعية مفيدة مفيدة للغاية ربي عز وجل كيحفظنا منها وإذا سمعتم سياحة ديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعودوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا نعود بالله من الشيطان الرجيم نعود بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويسألنا أيها المستمعين الأفاضل أن نستقبل مكالمتكم ومعنا الآن من إقليم السورة سيعمار السلام عليكم السلام عليكم أهلا سيحفظ بها الله برفيكم أخي من سيعمار من إقليم سمارة سمارة شكرا مرحبا مرحبا لأنيرا أمار بها كدران عمل الله برفيك أخي أخي أمار أعزك الله تحية كبيرة لأهل أهل سمارة ناس طيبين يا مرحبا باسده عمر الحمد رب نشكره اخي يا رب الله يوقيك من شر إبليس يا رحمن يا رحيم يا رب اسده عمر حال عمر ديالوخي عمر وش يوقع لي الله أكبر ليلة هيل الله الله يحفظوا يا ربي الله يحفظوا الله يشفيه ليلة هيل الله يا أخي ما شاء الله انتظر رب سبحانه وتعالى في الساعة المباركة الله يشفيه الله يتوله بالعناية الله يتوله بالرعاية يا رب تنظر إليه نظرة الرحمة وتشفيه وتعافيه لأن فعلا لوليدة اللي همية عندهم مثل هذه الأعراض فرط الحركة ثم يتم اكتشافه نصلاح السلم والعافية أنه عنده التوحد راه المعاناة للوالدين صعبة للغاية خاصة تكاليف مادية غالية باش يقره باش يتربى باش يتعلم على الأقل واحد الفين تلتلاف درهم في الشهر هناك احنا في الدار البيضة مثلا كمشي لبعض المدارس اللي فيها الأطفال اللي عندهم توحد رام ساكن رات تقريبا ما يزيدوا عن تلتلاف درهم في الشهر وراموا أخرا خرجوا واحد القانون جديد كي يقلص من مساعدات الدولة لهؤلاء الفئة اللي همية وليديهم عندهم لا سنساس أو لا عندهم تغطية صحية ما بقوش كي يستفدوا من بعض الخدمات وهذا زاد من معاناة بعض العائلات وكانت بعض العائلات عندهم لا سنساس وعندهم تغطية صحية ولكن الراجل يلاك رفع ألفين درهم أنه أنه يخلص على ولدك المبلغ البعيد هناك يتمنى بأن الناس المهتمين بالشأن الاجتماعي أنهم يهتموا بهذه الفئة اللي عندها التوحود هذه الأطفال الصغار عن طريق خدمات تكون على الأقل مجانية أو بأتمينة رمزية لأن هذا الدوام على الأقل إذا ما كان هذا شيء ما يتحقق الامتيازات دي زاقريمو مثلا أو بعض الامتيازات دي الكيوسك تعطى لهذه الفئة اللي عندها أمراض أو عندها أي حق هي أولى بها هذه الامتيازات تعددولة تعطى لهذه الناس اللي فعلا مرضى اللي صحيح يقدر يخدم ويقدر يكسبقوته بعرق جبينه ولكن هؤلاء المرضى ركيت تعدبوا وبعد مرضى كانت لقى موحدة المجموعة دي الناس لا أجد إلا أن أبكي معهم طب الله تعالى نسأل الله تعالى أن لا يورينا ويريكم سوءا في أولادنا وأولادكم الله ولدتنا ولداتكم جميعا من الأمراض والأسقام ومن كل هذه العتارات لأن الناس اللي مشتت صاب ركيت كيلك تفتح لي بعض الأبواب وكيلك يبقى تما كي دقتيش باع ومن البعد ركي يمشي في حالو مسكين مكسور الجناح مهزوما لا حول له ولا قوة أخي عمر لنا رب اسمه الرحمن الرحيم أسأل الله تعالى أن يحفظ لك فلدة كبدك الله يتولى بالعناية وبالرعاية الله يشفيه ويعفيه الله ينور طريق دياله وهيئلي من أمره رشدا اللهم أمين يا ربي كريم ونتحول من إقليم سمارة إلى إقليم وزان مع أم محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أحبت لأعمل حاج كي دير لا بس الله يبثك لا لا كي دير لا بس الحمد رب ونشكره لا لا الحمد لله أنا أعمل حاج لما أهدط للشيطة الحرام أعمل حاجة أنا أعيشت العادة الله 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 يعيشت العادة فلت كم كلي جيني الجيني العاشق الله ينوري أخذه الله أعيشت معذبة بزاف لا لا أم محمد إمتى جاك أش من سين عندك ديك الساعة أنا زوجة صغيرة بزوجة الله عندي 16 عام يا وكنت كان دابز مع رجلي بزاف وكنت كان بكي وليش شي وفي ساعته صعفي الحزن والبكاء هذا كول مدخل دي الإبليس بسمك يدخل كي القل منفد كنت أحمله بزوجة كي لك عندي شهرين وكنت نعسى بالنهر هيت تربحتي في البيت واجه عندي ونوهم لما نشرح لك أي كي حاول الجيني العاشق هذا يتعدى ولا عياده بالله ضربت حال هيت نشوف وطور تضربني بحث ضربة خطيرة وقال لغد 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 لحول ول هدا ودوزي عاش تيام بروح ومتلي الله 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 كي خنق ورا كي خنق الأطفال الصغر آه والإخلاق عادي ولكن ما رضع فيه متى حاجة ودوزي عاشق يام بروح ومتلي را عندهم الأرواح كتسمى أم الصبية خاصة بالأطفال الصغر كي خنقوهم ويوخزوهم ولا عياده بالله انتقاما انتقاما لد أمهات والأباء قلت عاشق أيها لله وقد كنصلي هايتي يوم فقط بالليل ونصلي قيام الليل ونقرأ شوية وقفش القرقان بزل كن بيكش اللي قسم الله ليلى هيد الله ويقف مش هدت رقد الله نزيان تنقض الليلة هو جي عندي عادي مباشرة قلعش وقد شطان يقضل مغام طا هكش هو كيضرب يوم ونا كان ضرب ليك في ساعات ورفتي وانا كانت حار معه أحسنت راهو وليكي خاص مع زوج ديالك يبين لك عيبه ولهو يبين لعيبك يبين لك يبين لك حاجة والله ما كي ألينا حاجة وانا كان مقاش نحن 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 حتى تلقي مع رجالك بسرعة الله يحفظك وليدك يا ربي الله يحفظك وليدك يكون الله شفيعا لك يوم القيامة يا ربي الله يكمل لك راجع ليلة هاتي الشيطان هذا حمار ينحق يلا قلني هدب الان لا اسمعنا بأن الديك يصيح قل تبارك الله هناك ملك يظهر ولس معنا حمار ينهق معنى أنه رأى شيطان لأن الحمار يراهم رأي العين هذا ما تكلمنا عليهم ينهق لأ محمد رأى ملك انهق الحمار رأى شيطان رأى ينهق 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 يا ربي يكريم الله يحفظك إلا أم محمد الله يحفظك والله يشافيك ويعافيك وكلك ولي ونصير لا إله إلا الله أم محمد واحدة من ضحايا إبليس منسوش أيها الأحباب الكرام رأي المعاناة على الحياة دينا كثيرة الناس كلهم كيعانلوا الناس مهمومين الناس منكسيرين وشي طال عليه الدم وحد العداد منهم ربي اللي يعلم به وقلنا بأن رامنكين من هين من الأسباب اللي كيوقع عليك يوقع عليها للبشر هي هاد الحالة دي الإبليس اللي كيدخل ركيب قاتل أم محمد السيرع بينها وبين الزوج ديالها أش كيوقع دي الساعة إبليس كيدخلو كينفخ كينفخ في النفس ديال الإنسان وكيجي الغضب كتلقى شو واحد دغيه كيطلع عليه الدم ودغيه عينيه كيحماره ودغيه كيسخن فيه الجهد علاش هاد إبليس خليه كام من نار وكيوقع الخيصان بين المرأة والراجل غير المرأة تفارق مع راجلها أو الراجل تفارق مع مراته إبليس كيقلب على الجهة الضعيفة شكونا هي؟ هي المرأة لأن أنت كتبقى دائما قوة قلما الرجل فراء لقيتهم ما عندهم عين بهذا المجال رغم أنهم أساسي دا أجهلاء قروا في السعودية وكلي قروا في بريطانيا وكلي قروا في الباكستان وكلي قروا في العراق أساسي دا أجهلاء درسون أيام زمان في الجامعة وسألتهم هاد الأسئلة لقيت ما عندهم شعين بهذا الأمور لا يهتموا بمثل هاد الجوانب قلت بأنا الآن في الراديو نسكي سوند الأسئلة اللي هي واقعية مباشرة أريد جوابا فكنت كانتر نبات في البيت بوحدي وكان قل يا ربي بغير نشوفهم وفعلا يا ما رأيت الشيطان ورأيت الجان أشكال وألوان سواء منهم العلويين أو السفليين وتعلمت منهم الحكمة إشنا هي؟ هي المواجهة لا تخف سبحان الله العظيم بالذكر وبقوة الذكر يعني الله قوة تهدم بها الجبال سبحانك يا جليل وكي هرب منك هو لما قلنا بأن سيدنا النبي جالي في الصلاة قال لك فاشنق عليه سيدنا النبي حتى رأيت لعابه بين أسبوعي الإبهم والسبابة ما تخافش من اللي يجي عندك واجهه ورا غد يهرب راح تهو خواف هو من طبيعته الخوف ومن طبيعته الطغيان والتمرد من اللي يطه فيه واحد فيه الرعب يحقر عليه وإلى حقر ما يخرش يبقى يعذبه لأن أم محمد خليك في هذه الصفة لا يصح إلا الصحيح الله شافيك ويعافيك راه هو غالب الظلم أنه كان سببا في وفاة ولدتك لأن عند إبليس عندهم وحد الصنف دي الأنت كتسمة أم الصبيان خاصة بخلق الأطفال كين إبليس اللي كيوخزهم إنها وخزة من وخزة الشيطان وكين إبليس اللي كيجل الرحم كيدخل لها وكيرقض البويضة كما قال النبي الكريم إنها ركدة من ركدة الشيطان وكيلي كيخنق الأطفال الصغار تكيزرهاك لوليد كالطبيب كتلقموا الأماند أمانته إنه قاتل وربي عز وجل لقال إنما تخافش منه وكتر من الاستعادة أعود بالله من الشيطان الرجيم أعود بالله من الشيطان الرجيم أعود بالله من الشيطان الرجيم رغم أنه خلقا من نار فإذا به يحترق 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 حتى يصل رمادا ثم تأتي رياح هوجاء وتتناطر فيتلاشع هكذا كيوقع سبحانك يا جليل الله يحفظك أم محمد الله شفيك ويعافيك وأكتر من قولك لا إله إلا الله سلاح المؤمن لعند لا إله إلا الله لا يخاف لا من الإنس ولا من الجن لا يخاف لا من الفقر ولا من المرض لا يخاف لا من المصائب ولا من العزل لا يخاف من أي شيء لأنه يملك أعظم شيء وأقوى شيء كلمة لا إله إلا الله ونتحول أيها الأحبة الكرام من ورززات إلى الدار البيضاء مع للا حلمة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا للا حليمة بارك الله فيك كبير شيخان الكريم الحمد لله للا الله بك فيك للا كبير العائلة كل شيء خير الحمد لله ربين شكروا للا كن شكرك على البرنة مجلسة من المكسير العفو للا حليمة بغيت نطلب من المستمعين ومنك شيخان الفاضل واحد دعوة دي الخير الله يجزيك يا خير واحد الوليد عندي عنده 13 سنة وبتبلالي يدي تدخين لا يلهي لله لا حول ولا كيف تلك اللي حليمة 13 سنة شكولي خلها وعلموا التدخين أصدقاء سو سنة ستصلت بك العام لي فات يا للا مشكلة في المدراسة ما شاء الله مشكلة في المدراسة فشدك ساعة حولو المدراسة خرق حليمة تقبلش ذكرتك للا حليمة ذكرتك للا إياه لا إله إلا الله ساعة سافي خرج لي الطريق ولك يغرب لي الزنقاء وعانيت ما هزعت لا حول ولا قوة إلا بلا نخلتك لما الحليمة كنجري هيد لا حول ولا قوة إلا بلا لا إلهي للله لا إلهي لله لا إلهي لله نقلب عليك نقلب لي ولك المغش الله يحسن عوانك لا حول ولا قوة إلا بالله الله يحسن عوانك يحسن عوانك الحمد لله إذا بدأوز الموحد تحارف عن تدوز لا إله إلا الله يحسن عاودين دامجين في الدراسة ويتكن طب المستنعين يدعون أي شيء داعوا يا ربي يا ربي يا كريم للحليمة يا ربي يا كريم بإذن الله لا حول ولا قوة إلا بالله أختنا حليمة واحدة من الأمهات المعدبات ويا ما كان تصدب عدد الأمهات المسكن لا حول ولا قوة إلا بالله كلهم جوا في دهني عداد منهم وحد سيدة جات من حد سوالم وحدة جات مسكينة من طنطان وحدة أخرى من العريش كل وحدة أشوق عليها لا إله إلا الله أشكيش كي ولدتهم أولدتهم كيت تبلولهم شي بليا وكيمشوا للمدرسة والمدرسة كترفضهم هذا واحدة كنتكرها بنت عندتي بنتها جاتها مراهقة شديدة عندتي 14 عام ونص جاتها مراهقة شديدة كتدير الماكياج وكتدير الشي لباس وكتكون الفاند وكتخرج فين بغا تمشي؟ بغا تمشي مع الشباب غادي تصدشي مشكي لا تصدق حاملة الأم كتبكي وكتصد عليها الباب لا تصدت عليها سلسة عليها كتقول لا غا انتحر تلقاتها غا دير مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا كان بغا نقول نوجه واحد الرسالة لأحبابنا الأجلاء الأسرة دير التربية والتعليم والله لو كنت مخيرا وقالوا لي أشمن وظيفة وتديرى في الوجود أقلهم والله لن أجد خيرا من أن أكون أستاذا أو معلما لأن أفضل أفضل وظيفة في الوجود أن تكون أستاذ أو معلم لأنه هما أشبى بالأنبياء والمرسلين حتى قالوا قم للمعلم ووفه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا رجال تربية والتعليم عليهم واحد دور كبير في الإحسان لهؤلاء الأطفال للأسف بعض الأمهات يقولوا لي بأن المدير يقول الأم أو الأب هزو علي وولدك حولوا لي مهد من درسة غد يفسد لي أخلاق البقية فين غد يغد يغد المدرسة تانية حتى يغد قل النفس الكلام المفروض أن دك الوليد من لجل عدد المؤسسة المؤسسة هي دورها هي التربية والتنشئ الصالحة لابد أن يكون هناك أساتدة أكفاء ولهم إخلاص ولهم وحد دراية ومهارة دك الوليد جاء من يديهم وحد صناعة لابد ما يتلقوش حتى يفيدوا بالمهارة ديالهم هو ما كتسموا لجل تربية هذا التعليم نحن نريد التربية اللولة عدد التعليم التعليم لا ندركوه اشتري التعليم رحله سهل ولكن التربية اللي خطيرة التعليم لفتك فتك شموع عادت في الرياضيات أو فيزياء أو دروس في الفلسفة أو دراسات في الاجتماعيات أو أخرى في الفيزياء والكيمياء أو في أي اقتصاد تدركوها الآن المعلومات على قارعة الطريق الوسائل البحث ومحركات البحث اللي كنا نداب الآن عن طريق الانترنت لفتك لفتك تقرها أي حاجة والله نغرد الأيام قد أشنقرأ تاريخ المغرب كله وغير في رمضان قد أشنقرأ تاريخ الأمة العربية كله وقريته في رمضان وقد أشنقرأ حاجة أخرى الفكر الأوروبي كله مونتيسكيو جون جاك روسو وكل التقافة الغربية وغيرت نهار قد أشنقرأ الشيوعية أشنهية مارك سولينين وفريدريك إنجليز وليسار المغربي وقاتل معلومات جاهزة كتك كليك كتجيك المعلومات جاهزة كتقرأ كتنتفع المعلومات موجودة جدا خلينا مع التربية التربية هي اللي خطيرة إلا فلتلنا الخيط دي التربية وليدتنا غاليضيعه لهذا كنوجهه واحد الرسالة ملتمس استعطافي لرجال التربية والتعليم كنقول لهم أنتم لستم كبقية البشر وأنا أعرف ما أقول لأن ظروفي خلتني نعيش مع جميع البشر ومع جميع الوظائف ومع جميع الأسلك ولكن مثل رجال التربية والتعليم والله ليس لهم مثيل رغم أن بعضهم كتشك يقول لك الوضعية المادية يدينا هزيلة والتعويضة عندنا ضعيفة واشغن ديره واشغن قول لك أخويا هذا كموضوع بوحده عمل نقابي ولكن دورك دورك هو التربية والتنشئة رمش أنت اللي أولتي رجل تعليم وإنما ربك عز وجل هو اللي وضعك في هذه المنطقة المباركة رقلك مقامك حيث أقامك رقي اللي بغي يدير التربية والتعليم ملقاش هذه نعمة عظيمة كنطلب من رجال التربية والتعليم يخدموا أكثر بقلوبهم ما يندروش للأجرة ما يندروش تعويضات ما يبقاش دائما يقولوا بأن وضعتنا الاقتصادية والتعويضات بهزيلة هذاك أمر خليه الله هو الرزاق وضو القوة المتين لكن أولادنا فلدت أكبادنا بين أيديكم وهنيئا لكم أن وفقكم الله تعالى في الاستثمار في صنع البشر رقي اللي كي يستثمر في صنع الحجر انتم في صنع البشر بغي تبحث لدي الولدات اللي كي تتعلموا التدخيم رجال التربية والتعليم كيديروا واحد لمجموعة دي الموائد المستديرة دي سيميناغ أيام دراسية كي يشمعوا فيها التلاميذ وكي يشمعوا فيها أباءهم وأوليائهم وكي يدروا دورة كوينية التدخين ها هو الضرر دياله يا ما حضرته في بعض المدارس تبارك الله كي يدروا أسبوع تقافي أو أيام دراسية يومي كل تيام مخاطر التدخين وكي يستدعي واحد طبيب أو طبيبة وكي يستدعي واحد طبيب نفسي واحد أخر مختص في هذا المجال عالي من علماء الدين وكي يبقى يتكلم على هذه الأشياء وكي يقلسوا مع الوليدات وكي يأكلوا معهم يفطروا معهم هاديك الموعا الوليد كي يبقى يقوليك عمي ياما واحد نراح المدرسة جاء عندي وتقالي يا عمي راني راني عندي في جيبي بكي يديل تدخين كتلاودي بشريتها قال لي ما عنديش الفلوس وصرقة المصروف وعندي في جيبي ودابرا سمعت هادي الندوة ديال العلماء وديال الأطباء وهادي الجمعويين وانا عارفت بانني خاطئ ما بغيت نتخلص منه كي غندير قال لي سهل دابا غتشده وديره تحت رجلك وغتضربه برجلك وتحيدلك وما البعض لتنخارط معنا في واحد نادي آخر جاء نادي آخر دلو الرياضة كنت اشي تبغي الرياضة تبغي المسرح تبغي الموسيقى تبغي الفن قل لي كان بغي المصارعة كان بغي الرياضة ديال العنف مزيان ديرها على سلة دير كاراتي أو أي حاجة المهم تخرج ديك الطاقة اللي عندك ولكن اللعبة تكون جماعية ما تكونش فردية لأن اللعبة الجماعية هي اللي كتخلي الإنسان أنه ينسجم ويعود اجتماعي بطبعه وفعلا بعد مدة قليلة عود ذرنا ديك المدرسة وما شاء الله لقينا الولاد زوينين وفرحانين وكتفرح كتقول الله أخيرا شفت واحد نتيجة جميلة انت في نفسك كتفرح وهذا كوال خلصة اللي بغيتي الخلصة كتشعر بوحدة فرحة عظيمة براحة الضمير يا سلام على راحة الضمير ملكة تكون أديت واجبك بإتقان وأنك لم تأخذ مال غيرك وأنك لم تؤدي غيرك الله الله ملكة نعس وانت تعبان وانت لتغلخ بزوتين وكتنعس واحد نعسة هنيئا مريئا ضميرك مرتاح الله شح النعمة وجرب وحدة أخر لم يقم بواجبي حق القيام أو أنه ظلم أو أنه سرق أو أنه اختلاس ومن اللي يبغي نعس وخيك يأكل بسطيلة والكروفيتر ويال ومن اللي ينعس وضميره كيقوم رعدنا واحد الضمير محكامة خلينا من المحكامة ومن النيابة ومن القضاء ومن المحامين رعدنا محكامة في الضمير رأى اللي عنده راكدة رأى واحد ما تتفق الله يحفظ ملكة تفق ديك المحكامة دي الضمير وكتخلي الإنسان يحترق مكينعش يبغي غير لقطة من لقطة النوم القهاش فهنيئا لكل من أتقن مهمته ووظيفته هنيئا لمن أكل حللا هنيئا لمن لم يظلم وهنيئا لمن وفقه الله لفعل الخير أسأل الله الكريم للا حليمة طب السادة المستمعين الله يجزيكم بخير أختنا حليمة ربي ليعالم بها وكثير للأمهات بحال أختنا حليمة عند مولدات ذكر وإنات في سن المراهقة المبكرة كوقع لهم انحرف وانجرف وخد حاول معهم يا مع التجارب تأديهم عن الطبيب النفسي وديهم عند المرشد الاجتماعي وديهم عند الخبير في التربية وديهم عند فقه راقي والو ما كنثعم إلا دعوة صالحة من عند الرحمن دعوة صالحة وحنا على أبواب رفع أهداني صلاة العيشاء أهزوم عن واحد الفتحة اللهم يا ربي كريم نحن عبادك الضعفاء نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا يا ربنا هؤلاء أولادنا وبناتنا فلدة أكبادنا إنهم بين يديك وأنت القادر على عليهم أنت الذي خلقتهم وأنت الذي زودتهم وأنت بهم رحيم اللهم يا ربي تولى كل هؤلاء الأولاد والبنات باللطف الخفي اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعسيان اللهم كره إليهم التدخين والمخدرات وحبوب الهلوسة اللهم احفظهم من الانحراف اللهم اصرف عنهم أصدقاء السوء اللهم كم لهم وليا ونصيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم عجل لهم بالفرج وأسعد قلوب والديهم وأمهتهم يا ربي أختنا حليمة اجعل لها أوفر النصيب في هذه الساعة المباركة قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل من الجميع الصلاة ووفقنا لأدائها في الوقت مع الجماعة وارزقنا اللهم الإخلاص والخشوع وجنبنا الشيطان الرجيم اللهم أمين يا ربي كريم ونواصل أيها الأحب الكرام استقبال المزيد من المكالمات اللحظة نتحول إلى طنجة مع أخينا يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبرفسي يوسف تقبل الله تقبل الله من الجميع يا ربي كريم يا أهلا وسهلا بك أخي الله يخليك ركنت سمعت الحديث دي الحانين تقريبين أمس لأول أمس بخصوص الزواج لك أنا ممكن يعني يا سي يوسف يا سي يوسف بإذن الله على الرحمة الساعة سي يوسف بإذن الله يا أخي نحضر الرقم ديالك ونقول أخونا سامي في الكنترول كي يسجل الأرقام وكي يقوم بالإخراج أخونا سامي الشاب اللطيف الوسيم يأخذ الرقم ديالك سي يوسف وإن شاء الله تعالى نرسله لك الرقم دي الأخت حانان لك ترغب في الزواج يا ربي كريم وسعدات من وفق الله تعالى بين رأسين في الحلل يا أخو يوسف سي يوسف نتعرفه لك ممكن تعرفه لك شوية هي من طنجة عطلة من الرشيدية من 40 سنة سبارك الله زوج صابق يعني غير نهجح ضلق من بنت العائلة قدر الله قدر الله أخويا مكتب الله أي أخويا إنسان كيتعلم الأخطاء دياله وربما كان أشياء مفروضة عليك كتكون فوق طاقة ديالك كتسم ذك ابتلاء وقدر إذن أنتك يجدد الحياة أي أخو يوسف كل ما كتب الله لنا يعني الإنسان ذك المكتب لي الله ضروري الإنساني والطلاق يوقع أخويا يوسف لنا ربنا عز وجل أفردنا في كتاب العزيز صورة سماها صورة الطلاق وتكلم فيها بتفصيل الطلاق مرتان إلى غير ذلك بأن هذاك مقدر دابا الآن لدائني البكة على الماضي ونبدأ صفحة جديدة إن شاء الله يا أخو يوسف يا ألف مرحبا نحن إن شاء الله تعالى خلينا الرقم ديالك وغد ننصف لك الرقم ديالأخت حنان أرجو تكون في الاستماع وأطلب من الله تعالى أن يوفقكما للخير وقبل من دروا أي خطوة لابد للإنسان أن يختلي بنفسه مع ربه أولا يختلي مع ربه في قيام الليل في جوف الليل في التلت الآخر من الليل يتوضى يحسن الوضوء ويصلي ركعتين على الأقل خاشعتين وفي أسجوده يلتمس من الله أن يختار له ويستخير المولى اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأنت علام الغيوب اللهم إن كانت فلانا زواجي بها خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسرها لي وقدرها لي وبارك لي فيها وإن كان زواجي بها شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فصرفني عنها وصرف عني وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به هذا كي قلال رجل والمركة تقول مماثل اللهم إن كان فلان زواجي بها خير لي في ديني إلى غير ذلك وبعد هذا نشوف القلب ديالي أربك يصف لك رسالة في القلب إما كتشعر بالحماس وبالسعادة والاستعداد وإما كتشعر بالإحباط أنا داك ربنا عز وجل غدا يفسح لك الأبواب إلا كان فيها الخير إلا كان غير ذلك يغلق لك الأبواب كذلك سبب من الأسباب أربما يعد بك وأسأل الله تعالى أن يوفق أخانا يوسف إلى ما يحبه ويرضاه الله يقلب من القلوب ويجمع الشمل اللهم آمين يا ربي يا كريم ونتحول من طنجة إلى خارج أرض الوطن نتحول إلى إيطاليا مع أختنا نادية سلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا بك للا نادية عقل تلك للا نادية وسلام ونالحار للجالية المغربية المقيمة بالخارج والعائلات كلهم فرحانين كي تسنوا دخولهم إلى المغرب آمين يا ربي الله يسر الجامع يا ربي حتى تلقاء من الأحبة الله يبرفك للا نادية وأنا شكرك بزاف على هذا البرنامج بزاف بزاف كنشكر الطاقة لا أفو لله أنا دكتور كنت كتاعت لسبيق والليت شوية والحمد لله ولكن من نهر العيد سبحان الله وأنا مريدة مريدة بزاف بزاف والله الدرجة ده بالقلد يا ربي تيدرب بزاف سرعة تيدرب سرعة أشي وقع لك أختي نادية؟ والليت رجعت لليا تاني هذيك الأحلام خيذين كنشوف بحلّة واحد المرأة هلايا كنا كتهز حماش فكحلين وكتجيبهم لي وانا كنغوض كنغوض وكن مني كان دير رقياء كانت سمع للرقياء ايه؟ كان ديرا في التليفون وكانش بدعم اليوتيوب ايه؟ كان سمع الرقياء ديال السحر الموكول ولا هذا كتجيين الرجل ديال اللي سرية نعم يخرج منها بحلّة سخونة سخونة وكان بغي الرجع بحلّة كان بغي الرجع الله أكبر الله أكبر كتجييني كتجي سخونة كتخرج لي وبحلّة أقوليك سخفانة ما كانت قدرش نهضار بزّاع ما كانت قدرش نخدم متليش قدرت نخدم متليش الحضرانة لمعطيش كنتستحملها بحلّة كان بغيين بقى عالم ونقولت صبيح وصافي والله يشابك اللي ندي آمين آمين يا ربي لا يلا لا يلا لا يلا لا يلا ندي في إيطاليا في إيطاليا عندكم بأشي فقهاء في ذرقية إما في المسجد أو المركز الإسلامي إلا ما هدناش ما حدناش هنا يلا لا يلا ضهي شافيك بنتي ضهي شافيك ضهي شافيك ضي عافيك آمين يا ربي آمين حيث شاء وكنت طفل بكبير بزّف الرقم ديالك الخاص جوبني واحد سيد خارج لي النمرة غلط ماشي هذه النمرة آم للأسف لك الممكن لك الممكن أن نكتب صنع لي بالنمرة ديالك وخاختي نديا بإذن الله وخاختي نديا بإذن الله الله يشافيك يا عافيك آمين يا ربي الله يمتلك بالصحة والعافية يا ربي كريم لا إله إلا الله أختنا نديا الحالة اللي وقعت لهذا حسب تشخيص الأولي يظهر بأن هذه الأعراض هو عندك انتي سحر عندك مس مركب عن سحر دب المس يتركب على أشياء متعددة هناك من يركبه المس عن طريق الغضب كدقاظي من غضبان، هدفان، هدفان، هدفان كيركبه المس وكلي كيجي عن طريقный الحزن الشديد حزين كئيب، ما عنده زهر كيبيتوه في الظلم وكيبيتوه بالدموع مع المدا كيتصب بالمس هدف كيجي عن طريق الحزن وكلي كيجي عن طريق الفرح الشديد مرة واحد الحقاتцه macht فرح واحد الفرحة فك الطاقة يدخل الámس وكلي كيجي عن طريق العشق شابة جميلة كتبقى نهر كامل وكتشوف في المراية اللي كله ويكتغزل في الجسد ديالها وحدناك يدخل لها المس وكين اللي كيجي عن طريق الاعتداء ظلم وعدوان كيجي كيبغي تعدى على الإنسان كيحقار عليه حقرة حتى ما فيهم الحقارة وكين اللي كيجي عن طريق سحر وكين اللي كيجي هكا ابتلاء من عند الرحمن هذا اللي جي عن سحر أنواع وأشكال يبدو أن النوع اللي عندك نادية عن طريق التوكال لأنه باش كنعرفوها هو أن المسحور بالتوكال كيشعر بأنه كيرجع الملك يذكر الله تعالى كيكتر من الأذكار يتقيا كيرجع وهناك كيشعر بأن الملك يقرأ آية القرآنية كيلقى واحد العضو من الأعضاء يتحرك كنعرفوش من عضو انت قلتي الرجل اليسرى بمعنى أن هذا السحر اللي مكلف بيك واحد من أهل دين يهودي حيث المسلمين يديرهاش إلا كان يسرع راكذا عرفوا بأن دينته يهودية إلا كان الرجل اليمنى كيكون دينته مسيحية إلا كانت في الصدر دينته إسلامية هذا بالممارسة كيبقى الإنسان كيتحاور مع الجن وكيعرف أشمن دين وغالبا في الغالب الأهم هناك يوقع التركيز لا لا ناديا هذه الحالة كتعطي ألم في القلب فعلا وكتعطي واحد من نوع من الضعف والهزال وعدم القدرة على العمل اللي كيتسمى التماريض كي عود نهار كامل ومدق دق مسالي ما قدر يلتحاجع الأعراض اللي قدرتي كلها هي مرتبطة بمس مركب عن سحر العلاج كيكون عن طريق ترديد آيات السحر في القرآن الكريم وسهلة باش تعرفيها ما تعدموش أيها الأحباب الكرام هنا في زماننا هذا زمن اليسر عندك الانتغنات عندك المحرك البحث خذ أي محرك البحث وتكتبي آيات السحر في القرآن الكريم ويخرجوا لك كلهم مجودين ولكتبي غير سحر أو أبطله أو أي كلمة الحمد لله دمها التقنية الحديثة كتسهل لك الأمور كلها غدتلقى يكتبي غير أي وحدة وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله غدتخذ لك جميع الآيات متعلقة بالسحر أبقى نقرها ونعودها من اللي نقرها هذا السحر كيتبطل لمعرفهش يكتر فقط من قول قراءة الإخلاصة والمعودتين لأن السحر يكون عن طريق عقد من شر النفاتاتي في العقد نفاتاتي في العقد عقدة ورا عقدة ورا عقدة كان يفعلها لبيد ابن الأعصم وكان عنده بنات مشغلهم كيعلمون كيف يشدون العقدة كيجيب الخيط دي الصوف وكيبدأ يعقد كيقول سمية فلان وسميتهم مو فلان حافظة من تميلوذة وكيعقد العقدة كيعاود السمية التانية كيعقد العقدة كيكمل سبعدي للعقدات كيعودك الساحر محقد في حياته كل شي مستود لا زهر لا سعد لا خدمة لا صحة لا نعاس لا فياق كده قام سكينها كده كيدبل 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 ودي من خاص مع الخلق كله نقرأ قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد نقرأ هون عودها سبعات مرات وربي عز وجل يفكوا ذلك السحر بأمره ثم نقرأ دائما الأذكار لمعهودة خصوصا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا اسم لا إله إلا الله أعظم اسم في الوجود وأخير أعظم ذكر في الوجود هو لا إله إلا الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفات وكان يطوف في حجة الوداع حول البيت وكان يكتر من هذا الذكر يقول خير ما قلت أنا والنبيؤون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عمر بها قلبك عمر بها لسانك وغيرت شوف الحلاوة ديالها غاد قبل أنك قويك نبدو من بعد belle وهكذا دوا ليك لا إله إلا الله أكتر منها أكتر من قولك لا حول ولا قوة إلا بله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الله رب عز وجل لا يحفظك ثم كتر من دعاء سيدنا يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت ولما دخل إلى القعر اللجي ولما كان في ظلمة الليل وذنوني النادى في الظلمات الثلاث ما هو دعاء ذنون خطير جدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وغشف العجائب للقدرة الله تعالى أما نزدع لها الذكر لي في اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم قضل أمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم كتر منه وغشف عجائب قدرة الله تعالى والله لا إنس ولا جم يقرب منك تحسي بأنه عندك حماية ربانية عظيمة من السماء ملائكة الرحمن عن يمينك وعن شمالك وغتلقي الرزاق ديالك مضمون محفوظ حتى وحد يقدر يقرب له وغتلقي بأن صحتك فيها عافية وفيها تجدد وغتلقي بأن شبكة العلاقات مع العائلة والأحباب دائما عالي العال كلها مباركة لأنك تصبح في حماية الله وفي كنف الله رب عز وجل قال لنا أذكرني أذكركم من لك تذكر الله في الأرض يذكرك الله في السماء وإذا ذكرك الله في السماء شكول لي قدر يقرب لك شكول لي قدر يقرب لك شكول هذا المخلوق مهما أتي من قوة ومن جباروت ومن سلطة ومن تروع يقرب لك ما يقدرش اللي فاتك فاتك بالذكر واللي فاتك فاتك بالإيمان واللي فاتك فاتك بالخشوع هذه أمور مجانية ما تحتاج لراس المال ما تحتاج لشواهد علمية ما تحتاج كوت بيستون ما تحتاج تحاجة إلا الإرادة والمية ونطلب الله تعالى يوفقنا جميعا لفعل هذه الأمور للا نديا أسأل الله الكريم المتعال أن يشافيك ويعافيك سأل المستمعين وحدعو الألخد لل between اللهم يا ربي يا كريم باعد بينها وبين هذه الخبط والخبائت كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقها من الخبط والخبائت من الإنس والهم كما ينقى الثوب اللبيض من الناس اللهم اغسلها من أتر الخبط والخبائت بالماء والتلج والبرد يا ربي جعل بينها وبين الشياطين حجابا مستورا اللهم اجعل بينه وبينهم حجابا مستورة اللهم اجعلهم لا يرونها ولا تراهم اللهم يا رب واملأ مجلسها بملائكة الرحمن اجعل الأنوار والإشراقات الربانية والإضاءات النورانية تحفوا مجلسها أينما حلت وارتحلت اللهم اجعل نورك الله نور السماوات والأرض نور على نور اجعل نورك يا رحمن يواكبها أينما حلت وارتحلت في السفر والحضر في الدهاب والإياب في النوم واليقضى في الحركة والسكون اللهم شافها وعافها اللهم كل من قال آمين اعطيه مثل ذلك وزيادة آمين آمين يا ربي كريم وغلن نخدم مكلمة أخرى من إقليم ابن ملال مع للا أميمة وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنت أميمة يا ألف مرحبا يا ألف مرحبا للا أميمة شكرا يا أمي عفك يا أمي بغتك بدي لي شيء دعوة ديال الخير لديك كان مريض في مرض الضيقة يا ربي يا ربي أمي نتبع زمان العلاج وكي يخدوه ولكن ما كي وفقه فتوشي حاجة لا إله إلا الله أمي وأنا بعد المرض كان بيليه الرقية كان قرأ عليه القرآن سورة البقرة وياسين والمعويداتان وأيات الكرسي ولكم ديروا في الماء وكي يشربوا مزيانة بنتي كله خير بإذن الله عفك عني الدعالية معاه ودعوا معاه ومع جدا ومع واليدي يا ربي بنتي أميمة الله يشافي الجميع الله يحفظك وخا بنتي الله يعطيك الخير والبركة بإذن الله شكرا للا أميمة حافظك الله ورعك بنتي أميمة واحد الفائدة الجد عنده الضيقة الناس لي عندهم الأمراض الصادرية الحمد لله الطب متطور والعلاج ميسر لكن إذا تعذر علينا أشعر نديره نديره العلاج القرآني كتسمى المشتشفى النبوي نديره في داري بوحدي ما نطلب مساعدة من أي شيء من أي أحد لأنه سهل مهل أشعر ندير إناء دير الماء قرع دير الماء بوديزة خمسة رو دير الماء غنقر فيها بصورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرع إن مع العسر يسرع فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب نقرأ سبعات المرات آية الشرح ونشرب بالنيت الاستشفاء نحضر النية حتى لما كانت النية ما كنوالو وقد تقرأ ستدحي سبعشين مرة وما كانتش النية لا أثر وتقرأ غالفتيحة بالنية تلقى فيها أثر عظيم النية 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 ونشرح لك الموهى وغتشوف سبحانك يا جليل رحمة الله واسعة غتشعر البركات دي الله تعالى الله يشافي لجد ديالك بنتي أميمة والله يصلح شبابك ويصلح العائلة ويصلح للأحباب أجمعين ونور طريق ديالك اللهم أمين يا ربي كريم غتحولوا من ابني ملال وغمشوا البجدور مع أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله للا يا أهلا وسهلا بيك وتحية كبيرة لساكنة بوشدور لا إله الله يفرج لك أم محمد شو وقع لك للا يا ربي يعني نسيدي يا ربي شدي الحاجة ديما كنت نسمعه وكنت دعا معي وكنت طلب اللي شمعني دعا معي الله يجزيكم بيخير يا ربي يا ربي يا كريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن لله وإن إليه راجعون يا ربي يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم لا إله إلا الله وأمر لله الأمر من الله سبحانه وتعالى الله الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يحفظ لكم جميعها تحفظ مباركة يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا بقى صغيرة ما عندي يا دكتور لا أحمل تقيل لأم محمد لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي يا كريم الله 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 لا زلتم شباب لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولداتي أنا ما كنش بغاه منها ولكن لون سبحان الله العظيم يا دكتور كنقول أنا ما بغاش نولد شتيب خذب المدرسة وكتجني ذك الولادة وخاك كنل مانع دي الحمم سبحانك يا عظيم ربي اللي علم الأمور العرض بأنه قد يخلي لك تزرع دياله وتبقى مونزك والله يا دكتور لذا كنقول يا ربي كما قلت في حق حبيبك المصطفى أنا كافله أنا مربي أسألك أنت ربي لأولادي وأن تكفدهم أنت يا أرحم الراحمين يا ربي يا كريم دعونا يا ربي تغلي يا غير بشي دويرة ما عندي باش نخلص الكرى يا دكتور الضيح سنعوانك لله سنعوانك لله سنعوانك لله سنعوانك لله نحن دويرة اللي يرضو كنهضي فينا ضيح مستعلي ويعني اللي يرضو في النهار كننا كدو نخل بسكران وعايشي الحمد لله بي خير ما كن معمرنا توقعنا يا دكتور أن واحد نهاري مرض كانت تركضوا هذا باسة لي بصحة وبجمال ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله بنيته كان يعني بنيته مشي تعطيتها أنا الأمي وهو كان محشها وباغيها في بنيا بنتي سوحشتها بنتي سوحشتها أنا يعني بقى صغيرة ولداتي قهرون يعني صغير ووريد ونهار الناس ما شافة يا دكتور لمدة 18 شهور قد سنقول ليش؟ ليش ما خليت بنتي مايا؟ ليش ما شافة؟ هذا أمر الله رقلك لو كنت أعلم الغيبة لا استكترته من الخير يقول يا دكتور دكتور يا مسجدين يموت فيها كي يقول يا توحشت بنتي غري في رمضان مش نعيد في الضاخل يعني سنة سبعات شي شاوة مش نعيد نجيب معي بنتي ثانية أذك الأيام دي ما كي قلت توحشت بنتي أنا ببلاد مع أليش عطيتها لهم يا هو ما بغاشة؟ مكشفت أم محمد كتعلم الغيب هذا سيدنا النبي قال لك لو كنت أعلم الغيب لا استكترته من الخير لا أمر الله أبدا أبدا نيتك حسنة بنتي نيتك حسنة مكشفتك نقول يا ربي بديله دارا خيرا من داري أهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيراني اللهم أمين يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لا يلا هلالله أنا والله ما بيت يكون غير يعني 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 بتنسو لك وش رجل مات شهيد الدكتور تنحسام أكيد أكيد أي موت البغتة موت البغتة كتكون كي يكون ولها شهيد غدا يا دكتور وشيدي جاي الدين قال يارا كنت يحلق لي حططح مش تغيبوبة يعني مشي باندو في صبيتة كان يقول كن غير غدا كن غير كن غير تتكلموا قال لي يعني إنسان حلويا ويقول شنو بقى على ولدات لا إله إلى الله رقلك انت تيكموا إلا بغته لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كن غير تقبل عندك من الشهداء يارب يجنب لا حساب يارب 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 كن غير تقول أكيد أنا وقع لك في القصرة في حقوق أنا كنت مقهورا ولدات صغار كن غير تسمحني هذا من الإيمان من الإيمان المرأة التي كنتها رجلها كتقدر تتأنبأ نفسها وضميرها هذا من الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله إياه مرحبا لله هذا الدكتور اللي بيموت فيها هو في سبيتر وأنا عندشي ناس خدار يعني دينا العيون وكنت عندشي ناس خدار سبحالله هذه كل نحظة اللي بتخرجوه رحى دكتور إياه كان حلم واحد في ضجارتي كان بجات ليه غامشي بحج إياه في حالة كانوا عندك وادفك مبعيف وكان ليس خرج لي من سمه لا إلا إلا الله تلقلي غير عافت خير آجك يقول يا خلينا النشي رضي قيمو علي الصلاة الله أكبر نعم هذه كنا حدثت الصرعي من قلنا خرجات الرحى يقول يا تقيمي نعم ماتي دكتور أي قولي عافت غير تقول لي قليا ذك شي اللي بغيت تقولي ليها قولي إنك تقولي إلا تنتا قولوا لي اعطي قوليا رهى بطقام الصلاة كم صالة. الله الله. للا ام محمد هذه رؤيا فيها بشارة. يا دكتور. ايه. يا دكتور. يا دكتور. يا دكتور. يا دكتور يا دكتور يا دكتور. ختم لي الله بالحسنة. ختم لي. يا ربي تختم لي بالحسنة بحالو. يقول لي أنك بصدك لما تستطيع. إلا ما والله يا دكتور. لكتبت. نقول حمد يا ربي. شكرا. انت بغيتين تشوفي. هاتا. أنا حمدك يا سيد. يا ربي. وشكرا. تعاوني غر على ولداتي. يا ربي. يا ربي. يا ربي. للا ام محمد. هادا الرؤية طيبة. كتحمل واحد البشارة. نعم للا. نعم. 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 يعني كنت من الملوء. أنا نغير شفتهم مرة ثانية في المنام دي. ما كنت من تنعم ل нрав شوصوره هناك. junge دكتور من دك تنعم whore تذكري. كتشف حمدك无rend اخلي مرتك يناديه دكتور. كان نقول لك تقولي انك ينücksكل تirty. يا ربيبي جيوسي لأل הכla. لكن كل غادي تطيت انك كافي. dynasty حية. يعني يبغيت. توفي قیم الل cola. الله اكبر. هني الله. هني الله. هني الله. أم محمد هني الله. هني الله. هذه رؤية طيبة هذا الكلام. نے Liquid L'U M Deixa. حمد لولا نضيق الوقت برنامج سلا وقته ومع ذلك كان نقول لك لأم محمد هذا الرجل ختمني الله بالحسنة هذه الرؤية اللي شفتي المرأة اللي غادي للحج الحجاج كيتسمى ضيوف الرحمن واللي كان غيقبض الله الروح دياله وحلم بالحج رآه أو رؤية له معنى أنه غادي يكون في القبر دياله ضيف من ضيوف الرحمن لأم محمد أبشري الزوج ديالك إن شاء الله غادي يكون ضيف من ضيوف الرحمن لأنه رب يختم لي بالحسنة لأنه قال لك من شب على شيء شاب عليه ومن شب على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعت عليه زوجك الحمد لله مات على الصلاة في وقتها فهو يعتبر عند الله تعالى من المصلين وربي سبحانه وتعالى غادي قبله ضيف من ضيوف الرحمن بحل الحجاج كيتسمى الضيوف كذلك اللي شف في المنام الحج أمت معنى أنه غادي يكون ضيف من ضيوف الرحمن لأم محمد لا دعي لي أن تبكي عليه هو الآن ضيف معزز مكرم عند الله تعالى وهناك يتنعم في عرصة الجنات ولعله في أنهار الجنة يتقلب فيها فهو غير تهني من جهته هو الحمد لله خاتم الله لمحسنة الأمنية الغالية دينا هو أن ربي يختم لنا بحاله على السجود على الطهارة على الإيمان ما نكونش على المعصية أو على الغفلة هنيئا لا هنيئا لا كيف قال الله أم محمد أنت عندك ضروف صعبة ضروف صعبة ولدات صغار وانت دبا أصبحت أرملة كان وحد المشروع سمعنا بيه من الحكومة كان وغادي يكون وحد المساعدات وتعويضات وحد الصندوق للنساء المطلقات والأرمل كان تمنوا أنهم يفعلوه في القارب العاجل خصوصا هؤلاء النساء اللي كي يترملوهن ما زلنا في ريعان الشباب إما أن يعلمن وظيفة أو مهارة لكسب المال وإما أن تمنح لهن وحد المنحة اللي ممكن يعيشوا بها باش ميترش إلى مد يد المساعدة ثم كان تطلبوا بالنس أهل الخير أهل الفضل أنهم يقلبوا على هؤلاء واربغي يكملهم الرجاء لا إلى الله السيد المخرج يقول لي الوقت تجاوزناه بكثير معذرة للجميع أم محمد قلوبنا معك الله يرحمه ورحمة وسحة ويلحقنا به مؤمنين غير خزايا والمفتونين أم محمد الله يجلعلك ولدتك بالرزق الوفير والخير الكثير والبركة والتيسير اللهم آمين يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين